سجل في الأردن اليوم تسع حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد منها ثلاث حالات محلية والبقية خارجية ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1329 حالة البجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة أوضح أن الحالات توزعت على ثلاثة مخالطين لمصابين سابقين في الرمثة وإربد بينما تم تسجيل أربع إصابات لقادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر الصحي وحالتين لسائقي شاحنات في مركز حدود العمري كما أعلن الموجز عن تسجيل سبع حالات شفاء جميعها في المنطقة المخصصة للعزل في البحر الميت وفي سياق متصل جددت الحكومة تأكيدها على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة العامة مع بدء سريان أمر الدفاع 11 يوم غد السبت الذي يفرض غرامات على غير الملتزمين بارتداء الكمامات وأساليب الوقاية كما ذكرت الحكومة بتعديل ساعات حظر التجول الجزئي اعتبارا من السبت حيث ستصبح من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا للمواطنين ومن الحدية عشرة ليلا حتى السادسة صباحا للقطاعات التجارية